وزارة الصحة في الحكومة سورية المؤقتة تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى ثلاث حالات وأصحابها أطباء يعملون في مشفى باب الهوى ومشفى الهاند في أطمئة على الفور بدأت عدة جهات معنية في شمال سوري بالتحرك لاتخاذ تدابير اللازمة أمام الوباء المجلس المحلي في مدينة الباب أصدر مجموعة من التوصيات لأهالي المدينة أهمها الطلب من الأهالي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة إضافة إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وتجنب الاتصال مع أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة بأي أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي مع ضرورة استخدام الكمامات الطبية وتغطية الفم والأنف عند السعال إضافة إلى ملازمة المنزل عند شعور بأي أعراض تتضمن ارتفاع الحرارة أو السعال الجاف أو ضيق التنفس والعطاس معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا أعلن إغلاقه أمام حركة المسافرين اعتبارا من اليوم السبت ورغاية الاثنين المقبل مع احتمال التمديد والسماح لمرور الشاحنات التجارية والإغاثية كالمعتاد وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة كانت قد طلبت في بيان لها اختبار درجة الحرارة لكل من يدخل إلى المعسكرات والثكونات وارتداء الكمامة لجميع العناصر والحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص كما طالبت تقليل تجمعات التدريبية والاجتماعات إلى الحد الأدنى والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية إجراءات تضع الشمال السوري أمام امتحان صعب في ظل الأوضاع الاستثنائية وتواضع الإمكانات الطبية وضعف استجابة المنظمات الإنسانية